المترجم للقناة أصيكم ونفسي الخاطئة الخطأة بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافتي حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لعل أكبر مصيبة أصيب بها المسلمون موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان شعور الصحابة عندما صدموا بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأن بموته ينقطع الوحي مع أن القرآن هيأهم لهذه الواقعة إنك ميت وإنهم ميتون أفإن ميت أفهم الخالدون كانوا يقرؤون هذه الآيات لكن عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يقبل أصلا موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر رفض أن يقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكره أبو بكر بالآية التي تذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر وكأني أسمعها لأول مرة لأن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصحابة كاليتاما كالأيتام من يوجههم من يهديهم لأنهم كانوا في حياتهم يرشدهم الله بالقرآن والرسول بالسنة لكن بذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقوا بقوا كاليتاما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بموته لا ينقطع فقط القرآن ينقطع جميع الوحي ما كان محمد أبا حد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا نبيعي بعد النبي انقطع القرآن وانقطع الوحي فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاتم وفي قراءة خاتم النبيين إذن بعد انقطع الوحي لا وحي على المسلمين أن يرجعوا إلى ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجتهدوا في الإجابة عن شيء لم تطرق إليها الوحي مع العلم أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبين ويفسر القرآن لكن من سيفسر القرآن للصحابة عمر قال آخر ما نزل من القرآن آية الربا وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الربا يعني فصل الربا صوره وأنواعه لأن الربا أنواع كثيرة لكن بموته انقطع بيانه صلى الله عليه وسلم وهذا مراد لأن الله أراد هذا فبعد النبي صلى الله عليه وسلم عالى المسلم أن يجتهد في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله ولم يعين من ينوبه أمرهم شورى بينهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجمع السنة هل ينتظر المسلمون أن يجمع القرآن بذاته أو السنة بذاتها فالله نزل القرآن إننا نزلنا الذكر وهو حافظه لكن حافظه بالرجال الله حافظ دينه بالرجال بالعلماء بالأولياء بالصالحين بالمجتهدين فورث النبي صلى الله عليه وسلم نوعان من المسلمين العلماء الذين يجتهدون في فهم مراد الله والإجابة عن النوازل المستجدة فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الكلام العقيدة والشريعة يجتهدون بعقولهم وبذكائهم وورث النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الأحوال والأخلاق الأولياء فالعلماء يجتهدون بعقولهم والصالحون يفهمون عن الله بالأحوال وبالإلهام عقل وقلب يفهم عن الله بالعقل وهو مجال العلماء ويفهم عن الله بالأحوال القلبية وهي طريق الأولياء والصالحين سئل أحمد بن حنبل قيل له نسأل بعدك من إذا أنت مد من نسأل بعدك من يريثك في العلم قال لهم عبد الوهاب الوراق قال يا أحمد ليس له علم واسع ليس له اتساع في العلم ليس بعالم يحفظ الموتون ويحفظ القراءات ويحفظ الأحاديث فقال لهم إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق فمنهم من يجتهد بعقله ومنهم من يجتهد بقلبه كثمرة لجهاد النفس وصفائها والذين جاهدوا فينا لنهذينهم سبلنا واتقوا الله ويعلمكم الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فالعلم ليس فقط ثمرة الذكاء والاجتهاد العقلي بل العلم وأيضا ثمرة الإخلاص والصدق والاستقامة فالعلماء يجتهدون بعقولهم يصيبون ويخطئون كذلك الأولياء يجتهدون بإلهاماتهم يصيبون ويخطئون أيضا لأن لا معصوم سوى الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن في الأمم قبلكم كان محدثون كان كان في الأمم قبلكم من تحدثه الملائكة إن يكون في أمتي أحد فعمر منهم وعمر كانت الملائكة تتحدث عن لسانه بل جاء القرآن ليوافقه في أكثر من آية كان يقول الكلام وينزل القرآن بنفس الصيغة التي ذكرها عمر فالعلم عن الله والعلم بالله له طريقان أو طريقتان الاجتهاد بالعقل والاجتهاد بالاستقامة التي تولد الأحوال والمعارف علمناه من لدنا علم ولقد ذكرنا قصة الخضر لسا بنبي الرسول قال سيكون في كان أمة كان قبلكم أمم من قبلكم أمم كان فيهم محدثون تحدثهم الملائكة إلا أنهم لم يكونوا أنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالعلم عن الله والعلم بالله ما زال متواصلا فانقطاع الوحي ليس انقطاعا للمعارف إلى يوم القيامة فختم النبوة وانتهاء الرسالة لا يعني ذلك أن الله عز وجل توقف على أن يلهم الناس عن طريق العقل وعن طريق القلب أن يرشدهم إلى المعارف والحقائق فقولهم أن كل شيء في القرآن نعم كل شيء في القرآن لأنه يرسم لنا الطريق لكن هذا الطريق ينبغي أن يواصله المسلمون بالمعارف الكونية والشرعية وكذلك بالاستقامة والإخلاص والصدق التي من ثمراتها المعرفات عن الله وأهل السلوك تكلموا في في التوحيد ما لم يتكلم به أهل الكلام لهم دقائق ومعارف هي ثمرة ثمرة الإلهام استفت قلبك الرسول صلى الله عليه وسلم استفت قلبك تفكر بعقلك لكن تفكر أيضا بوجدانك وقلبك فهذا الذي يرثه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والحال العلم والحال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين استمعون القول في التبعون الحسن أولاك الذين هداهم الله وأولاك هم أولأ الباب سبحان ربك ربعزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر